السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا اخوان عساكم طيبين ان شاء الله تكونوا بصحة وسلام بل بخير اول شي صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله مقطعنا اليوم يا حباب اللي هو قلتش تدبيل مستر بن لا نهائي يعني بدون لوحة خاصة وبدون لوحة مخفية وان شاء الله القلتش هذا تسويه سولو في جيم عام او جيم خاص لا اطول عليكم في المقدمة اتمنى انكم لا تنسون تشيكون لجميع الرابط اللي في الوصف ولا تنسون تخشون مجر يا حباب وكذلك بظل لكم كود الاتوم شوب في الشاشة فاتمنى الكل يدعمني في فورتنايت وبس هذا اللي كان عندي فقبل لنبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايك والدس لايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخل نبدأ في خطوات القلتش والان يا اصدقاء رجعنا مرة ثانية طيب الان خلينا اشرح لكم المتطلبات وبعد اشرح لكم خطوات القلتش طيب اول شي ما يحتاج اذا كنا في يعني في جيم خاص او في جيم عام تمام ونضغط ستارت وما يهم اذا كنا free aim او assist aim خلاص هذا شي يعني موه اساسي وكذلك حتى last location برضو مو مهم يعني اذا كنت في بيت وموه في بيت برضو ما يهم هذا الشي تمام يعني راح نستبعده طيب الان يا حباب اللي راح نحتاجه مثلا يعني نرفع الجوال ونروح عند البيوت نحتاج اي بيت عندك خلاص اي بيت عندك في الخريطة مهما كان مكانه تمام المهم يكون داخل البيت يعني اه سيارات مجانية على عدد النسخ خلاص اللي تبغى تدبلها فيها مستربن تمام وتكون عندك مستربن في اي كاراج مو لازم مع السيارات المجانية اللي في نفس الكاراج تمام تمام ويكون مثلا صديقك اللي بيساعدك خلاص او من الاولاين يعني ما يفرق مو انا قلت لكم شرط انه يكون معاك صديق لا عادي يكون معاك صديق او في الاولاين يكون معاه مقر اللي هو حق الاوتوشوب الجديد خلاص تمام تمام ركزوا في هذه النقاط ويكون مثلا اللي في الاولاين داخل في نفس الكاراج عشان ما توجههم مشكلة وراح اعلمكم ايش هي المشكلة تمام يلا الان رح نبدأ في خطوات القريج الان على طول رح ندخل كاراج اللي هو البيت اللي متواجه فيه السيارات المجانية الان يا حباب على طول بهذا الشكل ناخذ السيارة المجانية اللي نبغى نخسرها يعني لانه هذي رح تخسرها السيارة المجانية طبعا تمام ولوحتها اثنين وستي تمام تمام الان رح نخرج بره بالسيارة المجانية زي ما انتم شايفين اخوان طيب بعد ما خرجنا بالسيارة المجانية ننزل منها وبعد كده نعلق على التاتش باد والروح فيكلز رقم ستة او رقم خامسة تمام وبعدها الخيار الخامس اللي هو ريترون اللي هو بيرسونل تو ستورج نرجع السيارة المجانية الان عكس اللي كنا نسويه عندك خيارين اما انك تطلب السيارة من المكانيكي او مثلا تطلب السيارة اللي هي المستر بين طبعا من الشاحنة خلاص يعني تحط كراج اللي هو مستر بين في كراج الشاحنة او تطلبها من اي بيت خلاص انا حطها في البيت راح اطلبها من البيت وينفع برضو تطلبها من الشاحنة كله ينفع والخطوات كلها واحدة في النهاية تمام تمام ركزوا في الخطوات معي الان راح نطلب مستر بين وننتظر لين ترصب معانا اللي هي مستر بين يا اصدقاء تمام الان زي ما تم شايفين رصبنت معايا مستر بين اوكي يا حبايب الان راح اخذ مستر بين زي ما قلت لكم ما يهم اذا كانت لوحة خاصة لوحة مخفية لوحة مختلفة او هذا ما يهم انه هي مستر بين خلاص الان راح نتوجه عند المقر خلاص اللي هو حق صاحبي تمام اولي في الاونلاين وارجع لكم مرة ثعين والان يا حبايب جيت عند المقر حقي وكذلك صديقي في نفس المقر يعني ما يفرق خلاص يا حبايب يعني ما يفرق نفس المقر او مقر مختلف تمام تمام بس في نقطة مهمة لما انتي تدخل الكراج يدخلك ويجيب لك العرض الانيميشن حق التعديل وبعدها راح يدخل السيارة داخل الكراج لقد تتحرك انا راح احلل لكم هذه المشكلة الحل بسيط جدا انه صديقك مثلا او اللي في الاونلاين لازم يكون داخل المقر زي كده بهذا الشكل زي ما تم شايفين عشان تقدر تعدل على السيارة خلاص يمديك تسوي هذا الكلتش في السيرفر العام والسيرفر الخاص خلاص يعني ما يفرق صديق ولا مو صديق تمام فكرتي واضحة وان شاء الله نقاطي واضحة جدا تمام تمام الآن نحن ندخل ونشوف اذا هو في نفس المقر حقي راح يجيكم خيارين خلاص الخيار الثاني راح نضغط عليه اكس اللي هو انتر او تشوب خلاص ويجيب لك قائمة اللي هو كراجات الناس اللي في الاونلاين تمام اذا في الاونلاين طبعا واذا في الخاص راح يجيب لك قائمة اللي هو كراج صديقك يعني الاوتو تشوب نضغط عليها بالاكس تمام و رح ندخل و انشار رح يدخلنا في التعديل و زي ما انتم شايفين يا حباب بشكل جدا سهل و بسيط دخلني بدون اي مشاكل في كراجة التعديل حق صاحبي الان بدون اي منسو اي شي ولا نعدل دائرة اكس و رح نخرج و نشوف اللوحة يا اخوان و احنا نذكرنا اللوحة حق المجانية اثنين و ستين ستة اثنين رح نشوف رح تنتقل على سارة مستربن و زي ما احنا شايفين يا حباب و انتقلت صارت اثنين و ستين انتقلت على السيارة مجانية الان بشكل بسيط اخوان يعني يمديك تحفظها في الشاحنة حق البانكر و يمديك ترجع لكراج البيت و تحفظها فيه و بعدين كده تلصخ النسخة الاولى انا بروح البيت و برجع لكم مرة ثانية والان يا حباب زي ما احنا شايفين على طول نخش كراج البيت تمام و نضغط بال اكس و رح يجينا الانيميشن هذا البسيط والقصير و بعدها رح نشوف اش رح يصير معنا والان يا حباب زي ما احنا شايفين ما صارت سارة مجانية صارت مستربن يعني تقدر تحفظها في البيت و كراج اللي هو حق الشاحنة خلاص و زي ما انتم شايفين لوحتها ثنين و ستين و هذي اللي اولى الاصلية الاصلية لوحتها تسعة وخمسين وبكذا يا حبايب تقيبا استرطى لكم السيارة وهذه الختامية وهنا يكون وصلنا نهاية المقطع فاتمنى اذا المقطع نال اعجابكم يا حبايب وان شاء الله يكون الشرح سهل وبسيط وان شاء الله ما يكون طولت عليكم واي سؤال او استفسار جميع الروابط في الوصف ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي امان الله اشتركوا في القناة